موسيقى في ديسمبر من عام 1948 شهد العالم ما وصف بحدث تاريخي إذا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان العالمية لحقوق الإنسان ثلاثون مادة تمحورت حول سبل ضمان كرمة الإنسان وأمنه وحريته معكم في سلسلة حلقات من حق نرصد واقع هذه الحقوق بعد نحو سبعين عاما من إقرارها وكيف أن الملايين لا يعرفون منها إلا حق التنفس في حلقتنا اليوم نناقش تنامي معادات الإسلام في الهند والإجراءات العنصرية التي تمارسها حكومة حزب باهراتيا جناتا الهندوسية المتطرف ضد المسلمين التي كان آخرها منع الطالبات من افتداء الحجاب داخل المؤسسات التعليمية إجراءات عنصرية تنتهك ليس فقط الدستور الهندي بل وأيضا التزامات الهند بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بحسب هيئات وحقوقيين أهلا بكم الهند تجبر الفتيات على نزع الحجاب مقابل التعليم ومنظمة العفو الدولية تحذر من أجواء إبادة جماعية ضد المسلمين إذن تظاهر المسلمون في مندن هندية رفضا لقرار حظر ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية وهو قرار يناقض الدستور الهندي وموافق حقوق الإنسان الدولية بل وطالب أساتذة جامعات الطلبة بالتوقف عن استخدام عبارة السلام عليكم وذلك وسط مؤشرات متزايدة على تصاعد خطاب الكراهية من الهندوس تجاه المسلمين ومحاولات شيطانة المسلمين بزعم أنهم تهديد ديمغرافي وسياسي وتقول منظمة هومان رايتس ووتش إن حظر الحجاب هو أحدث مثال على سعي السلطات الهندية لتهميش المسلمين وانتهاك حريتهم الدينية وفيما يلي عينة لما تتعرض له الفتيات المسلمات في الهند من اضطهاد بإجبارهن على خلع الهجاب في مخالفة للدستور الهندي نتابع نتظهر للمطالبة بحقنا في ارتداء ما نريد أعطونا حقنا نحن مسالمون ولا نكن كراهية لأي كان وليست لنا مشكلة مع أحد لن نسكت على هذه الخطوات لحرماننا من حقوقنا المادة الخامسة والعشرون من الدستور تعطي لكل مواطن هندي الحق في ارتداء ما يريده من الملابس لماذا يطبقون علينا هذه القواعد؟ لماذا يحرموننا من حقنا في التعليم؟ لماذا يفرضون هذه القيوب التي تتناقض مع الدستور؟ لماذا يجبروننا على خلع الحجاب؟ هذا غير مقبول لماذا يريدون إلغاء الحقوق الممنوحة لنا في الدستور؟ نحن نعرف القانون ويجب على المتطرفين عدم إثارة مثل هذه القضايا وتصعيدها رئيس وزرائنا يرتدي ما يشاء من الملابس ويؤدي صلوات هندسية على التلفزيون فلماذا يحاول حرماننا من ارتداء الحجاب؟ ونفتح النقاش حول موضوع حلقتنا ويسعدنا أن نرحب بضيوفنا من نيو ديلهي الخبير في الشؤون الهندية والرئيس السابق لمفوضية الأقليات في ديلهي دكتور ظفر الإسلام خان كذلك ينضم إلينا من باريس رئيس الأكاديمية الدولية لحقوق والتنمية الدكتور كمال العيفي أهلا بكم ضيوفي ونبدأ معك دكتور ظفر الإسلام يعني دستور الهند يمنح المسلمين الحق في ارتداء ما يشاءون إذن في أي طار يمكن وضع ما قامت به ولاية كارناتاكا من منع الطالبات من ارتداء الحجاب في القاعدة الدراسية نعم المادة 25 من الدستور الهندي تعطي الحرية الدينية لكل المواطنين حرية المعتقد حرية الملبس حرية أداء الدقوص حرية حتى نشر الدين الذي يتبعه شخص ما هذه كل الحريات مكفولة ضمن المادة 25 فهذا الذي جرى في ولاية كارناتاكا بالذات الآن وهي ولاية يحكم حزب الشعب الهندي الذي يحكم أيضا على مستوى الحكومة المركزية ففوجينا جدا في اللقيقة لأن قضية الزي معين للطلبة والطالبات هذا الشيء فقط في المدارس وليس في الكليات وهو في الجامعات وهذا الذي حدث في كلية فغير معقول في كل الهند في كل الولايات الهندية ليس هناك أي تمييز على هذه الأساسات وفوجينا أن ولاية كارناتاكا التي يحكمها حزب الشعب الهندي يطالب فيها بعض الكليات ليس كل الكليات بعض الكليات تقول هذا الكلام وتمنع ليست محجبات بمعنى النقاب ولكن فقط يدعون الإسكارف على رؤوسهن فهذا شيء غريب ووصل الأمر في نهاية الأمر الآن إلى المحكمة العالية في ولاية كارناتاكا وهناك يقول محامي الحكومة أن الحجاب ليس أنصرا أساسيا في الإسلام وإن كان كذلك فلابد من اعتبار النساء اللواتي لا يرتديد الحجاب غير مسلمات هو يقول هذا الذي قالها اليوم فالحكومة تريد أن تفرض هذا الرأي على المحكمة العالية في الولاية ولها المحكمة مستمرة في نظر هذه القضية وربما سيستمر القضية أيام أخرى وربما سبيح طيب دكتور وطف الاسلام سنعود إليك أو نذهب إلى دكتور كمال العيفي في باريس دكتور كمال يعني ما حصل في كارناتاكا باعتقادك هل هو في إطار عملية تهميش تقوم بها السلطات ضد الأقلية المسلمة بالنظر إلى حوادث ومؤشرات سابقة كان المسلمون فيها الضحية في الهند شكرا جزيلا مرحبا بك مرحبا بضيفك الكريم هو في الحقيقة انتهاك صارخ واضح هذا لا لبس فيه ويجب إقراره هذه المسألة الأولى المسألة الثانية تكيفه القانوني هو غير قانوني على حسب القانون الهندي وعلى حسب الدستور الهندي هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة أنا أراها أنه مسألة جس نبض جس نبض في انتهاك جديد الهند شاهدنا انتهاكات كثيرة جدا منذ انفصال باكستان على الهند ضد المسلمين رغم أنه المسلمين في الهند كانوا من ضمن من دافع على الهند ومن قاتل من أجل استقلال الهند ضد الغزو البريطاني وضد الاحتلال البريطاني ولكن تغيرت المسألة بعد ذلك مع انقسام الهند إلى شطرين ومع مشكلة جام وكشمير الآن هذه المسألة مسألة مستحدثة جديدة مسألة الحجاب في بعض الأماكن وقد بدأوا بولاية بعيدة شيئا ما عن العاصمة أراه عملية جس نبض حتى يروا ردة فعل المجتمع المدني وردة فعل المسلمين وكذلك ردة فعل القضاء الهندي تجاه هذه القضية أنا أرى إن وقف القضاء الهندي موقفا حقيقيا مطبقا للقانون وإن وقف المجتمع المدني الهندي مدافعا على حقوق الأقليات رغم أنه المسلمين في الهند لا يعتبرون أقلية بحكم وجود ما يقارب 15% من عدد سكان الهند هم من المسلمين وتعتبر أكبر جالية أو أكبر أقلية مسلمة في العالم في دولة من الدول وتعتبر ثالث أكبر عدد مسلمين في العالم بعدد 195 مليون أراه إن هذا عملية جس نبض فإن وقف القضاء ووقف المجتمع المدني ووقف المسلمين ببسالة أمام هذا الانتهاك فإنهم سيأخطون خطوة إلى الوراء نعم سنعود إلى النقاش ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير ضيوفي في نيو ديلي وباريس حيث لا تقتصر معاناة المسلمين في الهند على التحركات المدعومة من حزب بهراتيا جنات الهندوسي والتي تتوافق عليها ضمنيا غالبية الأحزاب السياسية فالحركة الهندوسية المتطرفة تسعى لإقامة دولة هندوسية بل ويطالبون من يريد ممارسة الشعائر الاستمية بالرحيل إلى باكستان نتابع التقرير ثم نواصل الحوار مع ضيوفنا في بلد يحكمه حزب هندوسي متطرف يعيش المسلمون الذين يبلغ عددهم نحو 200 مليون شخص أزمة متصاعدة وصلت ذروة جديدة مؤخرا بوضع المسلمات أمام خيار الحق في التعليم أو ارتداء الحجاب مقايضة رأى فيها البعض كيف تعمل السلطات الهندية على انتزاع حقوق المرأة المسلمة بعد أن منعت العديد من المؤسسات التعليمية الطالبات من ارتداء الحجاب رغم وجود نص في الدستور ينص على حرية ارتداء زي الديني هذه الحكومة المتطرفة تحاول مصادرة حقوقنا المكفولة في الدستور نحن نحتج هنا من أجل حقنا الدستوري المسلمون الذين يمثلون نحو 13% من السكان نظموا العديد من المظاهرات للدفاع عن حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية في وقت غضت فيه الطرف كل الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام الهندية عما يحدث لهم من اضطهاد العديد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها هيومون رايس ووتش ومنظمة العفو الدولية أعربت عن مخاوفها من أن حضر الهند للحجاب ينتهك الحرية الدينية وحقوق الخصوصية وينتهك التزامات الهند بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بل وقد يشجع الهندوس على ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد المسلمين اضطهاد المسلمين ومعتقداتهم ليس وليد اليوم فهم عرضة لهجمات متصاعدة من الهندوس المتطرفين خاصة منذ وصول حزب باهاراتيا جاناتا المتطرف للحكم عام 2014 بأصوات أخيبين يطالبون علنا بقت المسلمين ويعتبرونهم تهديدا وجوديا وبرحيل من يريد منه ممارسة الشعائر الإسلامية بالرحيل إلى باكستان بعد أن تبعنا هذا التقرير نعوده للنقاش مع ضيوفنا دكتور ظفر الإسلام يعني تشير الأرقام التي كشفت عنها تقارير مختلفة حول جرائم الكراهية في الهند عن تجاوز ضحايا المسلمين تحديدا خلال السنوات العشر الماضية نسبة تسعين في المئة ما دلالات هذه الإحصائية إذا ما وضعناها بجانب الانتهاكات الأخرى والممارسات التي تتم خصوصا في عهد حزب بهاراتي جنفا في لقيقة لا بد أن نفهم فلسفة أو نظرية هذا الحزب هذا الحزب هو في لقيقة امتداد لمنظمة الاري اس اس الهندوسية وهي تؤمن بفكرة الهندوتوى الهندوسية السياسية وهي تقول أن المسلمون والمسيحيون بالذات الاثنين هم ضيوف في الهند وليس لهم حقوق هنا وبالذات المسلمون الذين يقولون أن هؤلاء سوف يتكاثرون وسوف يقيمون دولة إسلامية هنا هنا في الهند ولذلك لا بد من القضاء على نفوذهم وهم يتبعون أساليب مختلفة في لقيقة قضية الحجاب هذا شيء صغير في لقيقة ولكن عملية القتل الهوية عملية تحميش المسلمين سياسياً واجتماعياً وقتادياً هذه مستمرة في لقيقة أن المسلمون 15% من السكان ولكن نصيبهم في الوظائف الحكومية 2% 3% 4% في مختلف القطاعات فهم مهمشون وهم أيضاً يكتشفون أساليب جديدة لقتل المسلمين وإتحادهم مثل الاتهام بأن المسلمين يأكلون لحم البقر أو أن المسلم يتزوج من هندوسيا بإغرائها أو بإغوايها دائماً يكتشفون مثل هذه القضايا والقضية الجديدة هي قضية الحجاب وقال ضيفكم الكريم يعني رأيه صحيح أن هذا جسد نبز فهم ربما لو نجحوا في هذا سوف يعممون هذه التجربة في الولايات الهندية الأخرى وهذا أمر خطير لأن هذا معناه حرمان عدد كبير من الشابات المسلمات من إمكانية التعليم لأن طبعاً البعض سوف يقبلون أن يذهبوا بدون الحجاب ولكن عدداً معقولاً ربما 40-50% سوف يرفضون الذهاب إلى الكليات بدون حجاب وهذا معناه حرمانهم من التعليم طيب دكتور كمال إذن ضيفنا في نيودلهي دكتور ضفر الإسلام يعني يشاركك الرأي بأن ما تقوم به السلطات الهندية هو جسد للنضض وبناسبة هذا الحديث في ولاية أتر براد الشمال البلاد خرج شبان لمطالبة الولاية بحظر كامل للحجاب داخل مباني إحدى الكليات إلى أي حد ينذر هذا بتوسع هذه الإجراءات إذا لم تجد السلطات الهندية رادعاً أو تقف أمامها عقبات تحول دون تطبيقها لما تخطط له هو هذا تحدي جديد للمسلمين في الهند حقيقة لأنه عندما نرى مجموعة من الطلاب أو مجموعة من الناس يخرجون تنديداً بالمسلمين أو مناصرة لما قامت به سلطات الولاية فلا أرى هذا إنه من باب التلقائية وإنما هو عملية متفق عليها وتقاسم للأدوار من أجل حظر هذه المسألة في ولاية من الولايات كذلك رأينا شيئاً مناقضاً آخراً وجدنا فتيات هنديات غير مسلمات يرتدين الحجاب بتضامناً مع المسلمات بألوان العالم الهندي حتى يقولنا أننا متضامنات مع أخواتنا المسلمات ولا نريد أن يحدث هذا في الأماكن التي نوجد فيها أو في هذه البلاد وهذا في الحقيقة للأسف الشديد يذكي نعارات كثيرة جداً موجودة في الهند نحن نعرف ما حصل سنة 1982 وما حصل من 1982 إلى الآن من مجازر ومن اقتتال من الجانبين وكان ضحيته عدد كبير جداً من المسلمين هذا إن لم تكن هناك أذان صاغية وإن لم تكن هناك عقلاء حقيقة خارج إطار حزب الشعب الهندوسي في الحقيقة أنه حزب متطرف جداً مع المجتمع المدني ومع القضاء الذي دخل إلى الواجهة اليوم إن لم نجد أذان صاغية في هذه المسائل فإن الهشيم سيكثر والنار ستنتشر ولا قدر الله تحصل مجازر أخرى إضافية فأنا أتصور أن هناك عقول ناضجة في الهند وخارج الهند ستتدخل من أجل إيقاف هذه المشكلة التي قد تكون نازفاً في المستقبل طيب دكتور ضفر الإسلام يعني يرى مراقبون أن بعض الولايات التي يرأسها حزب بهراتيا الجناتة يعني غالباً ما تستخدم فيها الصراعات بين المسلمين والهندوس ويعني دائماً ما تثار فيها هذه النعرات قبيل محطات سياسية مهمة هناك بعض الولايات مقبلة على انتخابات المجالس التشريعية إلى أي حد يبدو لك هذا دقيقاً؟ لا هذا صحيح قبل كل الانتخابات تكثر هذه الهجمات وهذه المطالبات بتحميش المسلمين قبل كل الانتخاب وهذه الأيام هناك انتخاب في أكبر ولاية هندية هي ولاية بطر برديش وإذن هناك انتخابات للمجلس التشريعي للولاية في أربع ولايات أخرى يعني خمسة ولايات ستذهب للانتخاب للمجالس التشريعية بها ولذلك تكثر وعندما يأتي موعد الانتخابات العامة بعد سنتين سوف تكثر هذا وهذا الذي قيل على لسان بعض المتعصبين الهندوس أنه لا بد من إبادة المسلمين إبادة جنسية قبل شهرين هذا أيضاً نراه أنه مؤشر على أن قبل الانتخابات العامة بعد سنتين من الآن سوف يحدث شيء من هذا النوع لأجل استقطاب تام بين المسلمين والاندوس كما تم في ولاية ججرات سنة 2002 دكتور كمال يعني الأرقام المؤشرات تذهب إلى ناحية القول بأن نزع العنصرية تمددت وتوسعت منذ سيطرة حزب نارندرا مودي بهاراتيا جناتا هنا نتساءل يعني القانون الدولي ما موقفه تجاه هذه السلوكيات تجاه هذه النزعات هل يعني يملك من أدوات لإيقاف تمدد هكذا نزعات كما قلت يعني قبل قليل هي مدمرة وخطيرة وعاقبها ليست بالقليلة السؤال وجه جدا خاصة أن القانون الدولي عليه أن يتدخل في هذه المسائل يعني القانون الدولي وضع لماذا؟ وضع من أجل السلم والأمن الدوليين ومن أجل إيقاف النعارات التي ممكن أن تقضي على الجنس البشري في أماكن كثيرة من العالم وهذا منذ أسام منذ مجاز الأسام إلى اليوم ونحن نرى عملية إبادة حقيقية في مناطق كثيرة في الهند وكذلك في مناطق أخرى غير الهند ضد المسلمين وقد تدخل القانون الدولي في أوقات كثيرة جدا وخاصة عن طريق الأمم المتحدة وهنا على المنظمات الدولية أن تدخل حقيقة من أجل إيقاف هذا كرة الثلج التي تتحرك لماذا هذه النعارات تزيد؟ هذه النعارات تزيد لسببين اثنين السبب الأول هو أن الحزب الحاكم يذكي هذه النعارات وذكيها بمسألتين أساسيتين أنه يقوم بعملية انحياز إيجابي ضد الهندس مع الهندوس وانحياز سلبي ضد المسلمين هذا الانحياز الإيجابي يترك الهندوس يتطلعون إلى مزايا أكبر وإلى مساحات أكبر من الامتيازات ويجعل المسلمين يشعرون بضيم أكثر وبظلم أكثر ما من ناحية هؤلاء ينتشون وما من ناحية هؤلاء يشعرون بالضيم والفوارق نفسيا تختلف وفي هذه الحالة الذي يشعر بالضيم سيحقد على الذي له امتيازات أكثر والذي له امتيازات أكثر سيشعر أن الآخر يريد أن يأخذ من امتيازاته في حين أنه المجتمع الدولي أو القانون الدولي ينظر إلى أن هذه دولة يجب أن تتمتع فيها المواطن بحقوق المواطنة بغض النظر عن دينه أو عن عرقه أو عن جنسه أو عن لونه وهذه المسألة مسألة خطيرة جدا إن استمر حزب الشعب الجمهوري حزب الشعب الهندوسي في هذه المسألة بهذه الطريقة عاد إلينا دكتور ظفر الإسلام من يدلهي دكتور ظفر الإسلام يعني ردة الفعل التي قابلت موضوع الحجاب هل كانت بالقوة أو هل هي بالقوة التي تكفي دعنا نقول لردع السلطات الهندية عن القيام بإجراءاتها وعن سن إجراءات جديدة تتعلق بالحجاب والتعلق بالمسلمين في الهند أم أنها لم تصل بعد إلى هذه القوة إلى حد ما كان هناك رد فعل من المسلمين وخصوصا من المسلمات ومن الطالبات في مختلف الولايات كانت هناك مظاهرات عديدة قامت هنا وهناك ولكن ردة الفعل كانت ضعيفة لأن المسلمين ينتظرون أن يروا ماذا يأتي عليه حكم المحكمة لأن القضية الآن في المحكمة وخروجنا بعدات كبيرة جدا قد يعتبر انتحاكا أو وقوفا ضد المحكمة وهم سوف يستقلون هذا ولذلك المظاهرات مستمرة نعم ولكن ليس بالكيفية المطلوبة ولكن لو جاء حكم المحكمة فعلا ضد المسلمين وضد المسلمات فالمظاهرات ستكون أكبر بكثير من الذي نراها الآن ولكن أعتقدك توتور ظفر الإسلام ما الذي يلزم أكثر؟ لأن لو جاء حكم المحكمة العالية في بلاد كرندا لصالح هذا التوجهة للندوسي بمنع المسلمات من إغتداء الهجاب فمعناه أن القضية وصلت ستصل إلى المحكمة العليا هنا في ديلهي والمحكمة العليا حكمها يتبق على كل الهند ليس فقط على ولاية معينة وهناك سيكون الخطر ولو جاء حكم المحكمة العليا ضد المسلمين فمعناه حرمان عدد كبير من طالبات المسلمات من قصة التعليم دكتور كمال في باريس بعض الناشطين والحقوقيين وصفوا الهند الآن بأنها أحد أبشى أنواع الإسلاموفوبيا في العالم لأي حد تتفق أو تختلف مع ما قالوه بالنظر إلى سلسلة الإجراءات والمعطيات التي تحدثنا عنها خلال حلقتنا؟ هو مظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا طبعا ولكن للأسف الشديد في الهند ليس المسلمين فقط حتى السيخ يتعرضون إلى مشاكل كبيرة جدا حتى المسيحيين يتعرضون إلى مشاكل كبيرة جدا ولكن لا شك أنه مظهر كبير جدا من مظاهر العداء للإسلام والإسلاموفوبيا أنا في هذه المرحلة أتسأل كيف ستعيش الدولة الهندية إن انتهكت حرمة وانتهكت حقوق 15% من المجتمع الهندي صحيح أن المسلمين مهمشين صحيح أنه رغم أنهم يشكلون 15% أو 14.9% من المجتمع الهندي لا يمثلون إلا 2% من الوظائف الحكومية الرسمية وإلا 4% من طلبة الجامعات الجامعات النخبة الهندية ومع ذلك هم يمثلون عدد كبير جدا من المزارعين عدد كبير جدا من القروين عدد كبير جدا من المنتجين وكذلك وهي مسألة مهمة جدا أنه أغلب المسلمين الموجودين في الهند يعتمدون على أنفسهم ويعملون أعمال حرة خاصة بهم ويساهمون مساهمة كبيرة جدا في النشاط الاقتصادي المحلي في الهند أخيرا دكتور ظفر الإسلام كما قلت قبل قليل ما يجري العمل عليه هو تأسيس نظام شمولي قائم على نمط الحياة الهندوسي والتمجيد للانتماء الهندي القومي إذا ما استمرت السلطات والحكومة الهندية في تطبيق هذا النظام وتطبيق هذه الخطة ما الذي يحتاجه المسلمون لمواجهة ذلك في الهند نحن نتوقع أن الانتخابات العامة القادمة بعد سنتين سوف تتمكن عن نتائج جديدة وعن سقوط هذا الحزب هذا ما نراه الآن لأن هذا الحزب قد فشل فشلا زريعا في كل شيء في السياسة الاقتصادية وفي سياسة الدفاع وفي سياسة التعليم في مواجهة الكورونا فشلين إلا في نشر الحقد والقراهية يعني هم شاطرين فقط في نشر الحقد والقراهية فهناك عمل كبير أن الناخبون سوف يرفضون هذا الحزب في انتخابات القادمة بعد سنتين وإن لم يحدث ذلك فكما يقولون هؤلاء المتعصبون الهندوسي يقولون أن الدولة الهندوسية ستقوم سنة 2024 هكذا يقولون الآن علنا هذا معناه إلغاء العلمانية في الهند وتهميش المسلمين سياسيا وحقوقيا وقضائيا في هذا المجتمع إلى الآن لا تزال الحند دولة علمانية ولكن بعد ذلك ستكون دولة دوسية رسمية لو جاء هذا الحزب مرة من أخرى إلى الحكم بعد 24 نعم شكرا لك جزيل شكرا دكتور ظفر الإسلام خان الخبير في شؤون الهندية والرئيس السابق لمفوضية الأقليات في ديلهي كنت معنا من نيو ديلهي كذلك أنا أشكر ضيفنا من باريس رئيس الأكاديمية الدولية للحقوق والتنمية دكتور كمال العيفي شكرا لكم ضيوفي وصلنا إلى ختامي هذه الحلقة شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله شكرا للمشاهدة